اهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بديه في النهاردة ايهاب الجنيدي اللي حيقول لنا مين التمانية اللي حيوصلوا لدور التمانية في دوري ابطال اوروبا قبل منخش على البريمير ليج عايزك تقول لي توقعاتك التمانية الواصلين اللي اربعة بطول بريمير ليج ما بدينا كابتن اربعة البريمير ليج يتكلم على ليفربول منشستر سيتي منشستر يونيتي وتشيلسي بايرن ميونيك خمسة ايكس امستردام ستة يوفينتوس سبعة ايوة واميل الى ريال مدريد اه ما انا عارفك اكيد عدو ريال مدريد انا يعني انا اميل الى ريال مدريد على ملعبه انه يقدر يعمل ريمونتاد هو ايكس كمان ايكس خلاص احنا اتكلمنا بس انا علامة الاستفهام هو اعتقاد الشخصي ان باريس سان جرمان هيكون هو ليه الاولوية شوية من خلال اللي شفته من المباراة الاولى لكن يبقى طبعا ريال مدريد على ارضه ريال مدريد حتى في اصعب الظروف حتى ما بيلعب مش كويس وبيلعب وحش دايما ورايب ان يفوز لكن المباراة صعبة جدا جدا والتكاون فيها صعب اتمنى باريس سان جرماني طيب نخش على البريمير ليج نخش على البريمير ليج من 4-5 اسابيع وانتقدروا طول من شهر كان كل الناس بتتكلم ان خلاص المان سيتي هو 90% هو بطل البريمير ليج بعد النتائج الاخيرة وخاصة هزيمة سيتي من تاتنهام واستمرار سلسلة الفوز لكاتبة محمد صراح ويورجن كلوب اصبح الفارق 3 نقاط شايف ازاي الصراع هل كمان وجود المان يونايتد تحسن النتائج شوية ممكن يدخله تشيلسي فين من البطولة هل خلاص الصراع مبين بقى صراع سنائي ما بين الستي وليفربول صراع سنائي يا كابتن ما فيش اي فريق تاني هتخش معهم في الصراع ده خالص على اللقب تتكلم ممكن تتكلم بعد كده صراع دوري ابطال اوروبا صراع المربع الزهبي مين اللي هيوصل هارفين ان اول اربع بيروحوا مباشرة لبطول الدوري ابطال اوروبا فهي صراع على اللقب دوري انجليزي السندي خلاص صراع سنائي منشستر سيتي 63 نقطة ليفربول 60 نقطة خلاص ثلاثة بونت دول اشعله المنافسة حتى كتير خلاص دلوقتي جماهي الليفربول معتقدة في ظل قوة الفريقين وفي ظل حرصوهم على الفوز في المبارات الجاية ان ماتش اللي هيواجه فيه الفريقين بعض هو ده الماتش اللي هيبقى حاسم بالنسبة كبيرة على لقب البطولة السنة دي انما عندنا تشيلس يا كابتن لو قلنا تشيلس تشيلس حالياً 50 نقطة برضو فرق 10 نقاط انك وصلت للجولة 26 من المسابقة خلاص صعب صعب شوية يعني ما فيش حاجة طبعاً مستبعدة في كلها ولكن فيه فرق 10 نقاط بينه بالليفربول التاني فيه فرق 13 نقطة مع الاول فريق منشستر سيتي فتشيلس اللي هو صاحب المركز التالت حالياً 50 نقطة اليونايتد بايت خالص 42 نقطة الرابع هو بعيد هو بيحاول بس يوصل لمركز الرابع ولكن هو فيه صراع قوي جداً عنده على المركز الرابع طبعاً لان وراه على طول فيه 2 بيأكلوا وزينا بنقول لني جيلة دلوقتي وستهام وفرقة أرسنال أرسنال فرقة لازم ناخد بالنا من شيء مهم جداً أرسنال الوحيد حالياً اللي لعب 23 مباراة 23 مباراة وعنده 42 نقطة لو كسبت 3 مباراة دول في ظل النتاج الأخير الفريق اللي هيطلع فوق تشيلسي هيبقى هو التالت ورا سيتي وليفربول فأرسنال برضو طفرة كبيرة جداً مع المدرب ميكل أرتيتا طفرة كبيرة بيعملها على صعيد النتاج على صعيد النجوم الشباب اللي بيدفع بيهم التوليفة اللي بيعملها ما تهزش خالصاً مستغنى عن أبرز نجم في الفريق أوبام يانجي في المركاتو الشتوي وراح برشلونة عادي الراجل بيلعب وبيراهن على فرقته وبيكسب بحقق نتاج مميزة جداً ولكن الأكثر تميوزاً في الحلقة دي كلها هو فريق ليفربول وفريق ليفربول كان عنده نقطة تكاية مهمة جداً هي دي أنا قلت هتعديه ولا لا فترة كأس الأمم الأفريقية اللي لها فيها ومتشاطه وكسبها كلها في الفترة دي برغم غياب مجموعة من أهم لعبي صحيح يعني يوجن كلوب كمان قال في فترة دلوقتي قال آه يا دلوقتي الفريق نقاط تلاتة فقط لكن كمان هو عنده يعني عنده مباراة في كاس الرابطة النهائي كاس الرابطة وقال لك احنا عندنا مباراة في الكاس لو المانسيتي هيلعب مباراة فلو كسبها هيعود تاني الفريق لست نقاط هو شايف ان ده بيكون ضغط عليه أكتر انه دايما الفريق النقاط لما بتزيد وحتى يكون عنده مباراة مؤجلة ده بيضع عليه ضغط لكن هو زي ما انت بتقول دخل يعني دخل على مستوى تقدر تقول من أفضل الفرق اللي بتلعب كرة هجومية في العالم دي الوقت بالزبط كابتن الضغط ده احنا ممكن نقول حافز دي طيب ما الضغط يوصل ل 13 نقطة ويقدر يعوضهم في شهرين عدوا وشهر ونص عدوا تالي مأسا بيها كده الفرق عالي جدا مع مباراة مؤجلة لليفربول وانتصارات للسيتي كان الفرق بيكبر وكان ليفربول بيقدر يرجع ويعوض ليفربول المدرب يورجن كلوب زي ما نقول المدربين الألمان ونجاحهم وشخصيتهم الرائعة في العالم كله فرض شخصيتهم على فرق ومنتخبات العالم يورجن كلوب عمل حاجة كويسة جدا عمل حسابه لكل الكلام ده كل اللي احنا بنقوله ده والغيابات دي عمل حسابها جاب اتنين في الهجوم شباب مميزين جدا جدا منهم واحد وقتاني هدف للدوري مع صلاح ديوجو جوتا ودياس طبعا اللعب بجانب الكولومبي الكبير طبعا لويس دياز لعيد مميز جدا جادوا حتى ترتيبا من نسترده بعد كده الهدفين في الدور الإنجليزي بيبقى لك الفرقة دي ازاي اذا ما حدق قلت على الصعيد الهجومي اتطورت بشكل رهيب عندك اول ثلاثة في ترتيب الهجوم البرامل ليج كلهم من ليفربول اه اول ثلاثة في هدف البرامل ليج في هدف البرامل ليج حمد صلاح حنجلها بس تعالى لو انت كمان نشوف صراع القمة ما بين يورجن كلوب والمان سيتي او ليفربول والمان سيتي ويورجن كلوب قال ايه عن يعني تضييق الفارق مع المان سيتي لثلاثة نقاط نشوف مع حضراتكم اشتركوا في القناة